هذا وردت الهيئة القضائية للانتخابات اليوم الأحد الدعوى طالبا من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي يقضي بحل حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب المنهية عضويته محمد الحلبوسي الهيئة القضائية للانتخابات خاطبت دائرة شؤون الأحزاب قائلة إنه كان من المتعين على دائرتكم وبعد إكمالها تحقيقاتها في الشكاوى المقامة ضد هذا الحزب على وفق اختصاصها وإذا ما وجدت بأن هناك أسباب تستدعي حل الحزب أن تقوم دائرتكم بتقديم طلب مسبب إلى هذه الهيئة يتضمن حل الحزب مرفقا بالطلب والمستندات والوثائق التي تؤيد الطلب وأسبابه القانونية وبخلافه تصدر دائرتكم قرارها برد الشكاوى المقامة ضد الحزب لذا نعيد إليكم الأولويات الخاصة بموضوع الشكاوى الخاصة بحل حزب تقدم وذلك لمراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الحزب السياسي ترجمة نانسي قنقر